بخارطة طريق واضحة ومعالم رؤية سديدة كان الهدف من ورائها الارتقاء بالغولف المغربي تم سنة 2001 احداث جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف التي يرأسها صاحب السمو والملك الأمير مولاي رشيد إذ أسهمت بشكل كبير في تطوير الغولف المغربي من خلال احداث الدول المغربي للمحترفين وإنشاء الأكاديمية الملكية للغولف بمبادرة من النادي الملكي للغولف دار السلام ومنذ إحداثها نجحت الجمعية في رفع العديد من التحديات خاصة ما يتعلق بضمان السمرارية المواعد الرياضية التي تستقطب ممارسين وممارسات من مختلف بقاء العالم والنهوض برياضة الغولف التي تعدى إشعاعها حدود المملكة المغربية ليلامس العالمية جهود كبيرة بذلت في سبيل الرقي برياضة الغولف محليا واستشراف مستقبل تطبعه العالمية يرجع فيها الفضل لتألق الممارسين المغربة في مختلف الاستحقاقات الأوروبية والعربية على الخصوص كما يرجع الفضل أيضا إلى دعم جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وكذا إلى سياسة تكوين الشباب التي تبنتها الجامعة الملكية المغربية للغولف ومن بين إنجازاتها أيضا إحداث شعبة غولف ودراسة التي تجمع بين التدريب والتمدرس والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير الغولف المغربي نجاحات من ضمن أخرى ورهانات ما زالت تكتب حروفها بعنوان التحدي هدفها تعزيز مكانة رياضة الغولف المغربي والتي ما فتأت تكتسب إشعاعا أكبر وتتبوأ مكانة أرقى على الصعيدين الوطني والعالمي جهود بذلة ومحطات تم بلوغها وطموح يكبر مع كبار التحدي لكسب رهان النهودي برياضة الغولف